أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة فقط في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة نصف الإصابات الجديدة سجل على مستوى ولايات كاليفورنيا وتكساس وأريزونا التي أصبحت بؤرا جديدة للوباء في الوقت الذي يواصل فيه منحن الوباء ارتفاعه على نحو مقلق على مستوى البلاد حيث أشارت إحصاءات وطنية إلى تضاعف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمرتين في عشر ولايات أمريكية خلال شهر يونيو المنصرم وتزايد نسبة الإصابات بنحو خمسة في المئة في إحدى وعشرين ولاية أمريكية وعلى مستوى الوفيات فقد عاودت الحصيلة اليومية لضحايا كوفيد-19 في هذا البلد الارتفاع مع تسجيل ألف ومائة وتسع وتسعين وفاة إضافية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أمام هذا الوضع أعادت السلطات الأمريكية فرض تدبير الإغلاق في أنحاء عدة من البلاد في محاولة للحد من الازدياد الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس ويأتي الارتفاع المفرط في عدد الإصابات والوفيات غدا تتحذير كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فوتشي بأن حصيلة الإصابات اليومية قد ترتفع إلى مائة ألف ما لم تتخذ تدبير جديد لاحتواء الوباء ورفض عضو خلية مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة التكهن بعدد الوفيات الذي يمكن أن ينجم عن موجة التفشي الحالية لكن تقديرات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أفاد بأن حصيلة وفيات فيروس كورونا على الأراضي الأمريكية يمكن أن تبلغ ما بين 130 ألفا و150 ألف وفاتة بحلول الثامن عشر من يوليوز الجارية